لا تكاد تصدر قائمة أو تصنيف دولي بشأن أي جانب من جوانب الحياة إلا ويكون العراق في ترتيب متأخر فيه إن لم يتذيله باتجاه الأسوأ آخر الإحصائيات التي ظهرت هو التقرير الذي أعده كل من جامعة وارتون في ولاد بنسلفينيا ومؤسسة يو أسي نيوز أند وورد ريورت المختصة بتصنيفات الجودة ومجموعة بافل استشارية بعلم التسويق حيث تذيل العراق قائمة من ثمانين دولة من حيث النفوذ الاقتصادي وجودة التعليم ونوعية الحياة ومستوى الثقة وبيئة المعيشة للنساء وتربية الأطفال قبل ذلك بأيام خرج العراق من التصنيف السنوي لمؤشر بلومبرغ لابتكار لعام 2019 حيث يقيم التصنيف الذي شمل اقتصادات ستين دولة حول العالم عدة محاور من بينها الانفاق على البحث والتطوير والانتاجية والتعليم الجامعي وجود العراق في المراتب الدنيا في الكثير من المجالات يقف وراءه فشل سياسي تأيشه البلاد منذ سنوات أنتج تخبطا إداريا ويشويعا للفساد والمحسوبية وتخلفا اقتصاديا برعاية طبقة سياسية جعلت البلد يرزح تحت وطأة التخلف الذي لم يستثني أي مرفق من مرافق الحياة فالفساد السياسي وسوء الإدارة أتى على أرض السواد وأحالها جرداء قاحلة فمن مليارات الدولارات التي نهبت أو أهدرت إلى صناعة قضي عليها تماما مرورا بالزراعة التي تعالي موتا سريريا وقس على ذلك التعليم والصحة والقضاء وحتى الثقافة لم تسلم هي الأخرى من الدمار الذي جلبه الاحتلال الأمريكي وكرسه أذنابه واقعا معاشا خدمة لأجندات دول تسعى لإبقاء العراق متخلفا وفي مقدمتها إيران ما تصدره منظمات ومؤسسات بحثية من تقارير يصدقه الواقع الذي يعيشه العراقيون في غياب النظام وشيوع الفساد والفوضى وتفشي البطالة وانسداد أفق الإصلاح كلها جعلت العراق يقف مرة تلوى الأخرى في أسفل قائمة الدول الأكثر سعادة في العالم سعادة فقدها أبناء الرافدين بعد أن تصلت على رقابهم عصابة من القتل والفاسدين الذين امتصوا دماءهم وخربوا ديارهم